موسيقى السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم ان شاء الله في محاضرة Collision Theory and Chemical Reactions نظرية التصادمات والتفاعلات الكيميائية يعني كيف نفسر التفاعل الكيميائي عن طريق نظرية التصادمات المعروف انه في الاف العمليات الكيميائية اللي بتتم من تفاعلات كيميائية وهذه في الحقيقة يعني دفعت العلماء انهم فكروا كيف بتتم هذه التفاعلات الكيميائية فتوصلوا الى نظرية سموها نظرية التصادمات نظرية التصادمات نظرية التصادمات هادا النظرية بتعتمد على مجموعة من المفاهيم إذن إذن في ثلاثة من هذه البيانات مجموعة من المفاهيم نظرية التصادمات مجموعة من المفاهيم لابد أن يكون هناك في تصادمات بين الجزائيات حتى يحصل هذا التفاعل الكيميائي اثنين تو نمبر تو اكتيفاشن انيرجي لازم يكون في عملية تنشيط طاقة التنشيط طاقة التنشيط كل جزء الجزائيات تحتاج إلى طاقة التنشيط حتى يتم في مالها تصادمات إذن colliding particles must possess certain minimum certain minimum total amount of energy هذه تسمى اكتيفاشن انيرجي إذن لازم يكون عندها الحد الأدنى هذه الجزائيات يكون عندها الحد الأدنى من الطاقة هذه الطاقة بسميها طاقة التنشيط حتى يحصل هناك في تصادمات اثري collision orientation لازم يكون في تصادمات صحيحة يعني تصادمات في الاتجاه الصحيح ليس أي تصادم يؤدي إلى تفاعل كيميائي لكن لا بد أن يكون هذا التصادم في الاتجاه الصحيح حتى يؤدي إلى التفاعل كيميائي the colliding particles must be must come together in the proper orientation proper orientation يعني توجه صحيح unless the particles involve R single atoms or small symmetrical molecules نتكلم على البند الأول molecular collisions molecular collisions when reactions involve two or more reactants collision theory assumes statement رقم 1 that the reactant molecules ions or atoms must come in contact colloid with one another in order for any chemical change to occur the validity of this statement is fairly obvious reactants cannot react if they are separated from each other so سواء كان مكون من متفاعلين أو أكثر من متفاعلين لابد أن يحصل هذا لابد أن تكون هذه الجزئات أو الأيونات أو الظرات اللي متضمنة في التفاعل الكيميائي يصير في بينها تصادمات وبدون هذه التصادمات react and scan not react if they are separated from each other يعني هذه المتفاعلات لو كانت بعيدة عن بعضها ومفصولة عن بعضها البعض لا يمكن أن يكون هناك في تفاعل الكيميائي إذن لابد أن يكون فيه touching ما بين البارتكلز في التفاعل الكيميائي التوتشينج هذا يؤدي إلى تصادم لابد أن يكون فيه تصادم وفيه التقاء بين هذه المتفاعلات حتى يحصل هذا التفاعل الكيميائي لذلك معظم التفاعلات بتتم إما في الـ liquid solution أو في الـ gas use face لماذا؟ لأنه بتكون الـ reacting particles هذي are more free to move around يعني بتكون إذن التفاعلات الكيميائية أفضل وسط لها حتى تتم إنه تكون عبارة عن محليل أو عبارة عن غازات لأن الجزيئات المتفاعلة بتكون أكثر حرية في التحرق وبالتالي بتكون أكثر حرية في أن تتصادم مع بعضها البعض أما بالنسبة للـ reactants are solids can and do occur ممكن يحصل لكن يحصل عند السطح عند سطح التلامس يعني لو جبنا مادتين to reactants وفعلناهم مع بعض وكانوا المادتين في حالة solid فقط التفاعل يحصل عند السيرفاس عند السطح الملامس لبعض عند السطوح المتلامسة مع بعضها البعض عشان هيكد يعني بكون التفاعل بطيء جدا عنه في حالة السوائل أو في حالة الغازات عشان هيكد reactions of solids usually take place only on the solid surface and thus include only a small fraction of the total particles present in the solid إذن العملية بتتم في تفاعلات المواد الصلبة بتحصل عند السطح وتكون نتيجة الاحتكاك ما بين الأسطح فقط لكن إذا حصل التفاعل بين الأسطح يتوقف التفاعل إلا أن يتم عملية تعريض أسطح جديدة للتفاعل إذن thus the reaction in gradually consumes all the solid the resting of ions is an example of this type of process يعني مثال على ذلك مثلا الحديد صداء الحديد يعني الحديد عندما يعرض الهواء الجو والرطب يتم عملية تفاعل ما بين الأكسجين على الهواء الجو والرطب وما بين اللي هو سطح الحديد وبالتالي يتكون الرست يتكون اللي هو الصداء الصداء هذا يتكون على الطبقة الملامسة لهذا التفاعل بعد هيك يبدأ التفاعل شيئا فشيئا ينطلق من طبقة إلى طبقة حتى يتم عملية الصداء النهائي أو عملية التفاعل النهائي اثنين activation energy طاقة التنشيط طاقة التنشيط احنا بنطلق عليها activation energy is the minimum combined kinetic energy that colloiding reactant particles must possesses in order for their collision to result in a chemical reaction اذا لازم يكون في عندي في طاقة التنشيط هنا انه يكون في عندي minimum combined kinetic energy اذا اقل ما يمكن من الطاقة التي يمتلكها هذه الجزئات المتفاعلة حتى تتم عملية التفاعل الكيميائي الجزئات عادة المتحركة بيكون لها طاقة حركة موجودة وهذه الطاقة في منها طبعا تختلف فيما بينها في داخل السائل الواحد في جزئات تمتلك average energy وفي جزئات لها اقل من ذلك من الطاقة فحسب هذه الجزئات ونشاط هذه الجزئات in slow reaction في التفاعلات البطيئة the activation energy is far above the average energy is far above the average energy بعيدة عن the average energy عشان هيك بتكون التفاعلات بطيئة only those few particles with above average energy undergo collisions the result in reaction this is the reason for the overall swollenness of the reactions in some times possible to start a reaction by providing activation energy يعني ممكن احيانا احنا ننشط عملية التفاعل عن طريق انه احنا نبدأ بخطوة التنشيط يعني بداية من خارجة التفاعل يعني مؤثر خارجة للتفاعل وهذا زي ما بيصير في rubbing match heat against a rough surface provides the activation energy needed for the match to ignite يعني عود الثقاب الآن عشان انه احنا نحفز التفاعل بتاعه نعمله احتكاك مع سطح خشن وهذا سطح الخشن هيعطيه activation energy وبتولع الماتش وبيستمر في الاشتعال بيستمر في الاشتعال اذا انت الخطوة الاولى تعمل providing activation energy providing activation energy وبعد هيك ال reaction continue on it is on يعني بيستمر لوحده وبعد هيك ال reaction بيستمر لوحده اذا انت بتعطيه ططق التنشيط تعطيه الشعلة الاولى وبعدين هو يستمر في التفاعل once of the reaction is started enough energy is released to activate other molecules يعني الطاقة اللي بتنتج الآن مثلا هنا الطاقة اللي نتشت هنا بتروح تنشط جزيئات اخرى حتى تستمر عملية حتى تستمر عملية التفاعل الكيميائي اذا هذا بتتكلم عن activation energy النوع الثالي بتتكلم عن collision orientation اللي هو التصادمات في الاتجاه الصحيح هناخد مثال على ذلك اللي هو عبارة عن nitrogen dioxide gas plus carbon monoxide gas gives nitrogen monoxide gas plus carbon dioxide gas اذا هنا الرياكتنس اللي تفاعلوا مع بعض كانوا في حالة الغازات وهي the fastest اللي هي اقصى درجات السرعة في التفاعلات اللي هي التفاعلات الغازية عشان الحركة بتكون حركة عشوائية حرة فالان جبنا متفاعلين المتفاعل الاول nitrogen dioxide والمفتاعل الثاني carbon monoxide وجدنا انه نتيجة هذا التفاعل اعطاني nitrogen monoxide وعطاني carbon dioxide العملية هذه حصلت نتيجة التصادمات الصحيحة اللي ما بين الجزئات تعالي نشوف هذا الكلام عبر اللي هو الفقر 9.6 في التفاعلات هذا اسمه proper orientation هذا هو التوجه الصحيح في التفاعل اللي ممكن طبعا هذه غازات وهذه تصادمات حرة وعشوائية يعني انت بتقدرش تحدد مين يصطدم مع مين اي جزئة اي جزئة ولذلك مش كل الجزئات التصادمات اللي بتحصل معناها تصادمات ناجحة وحتعطي التفاعل كيميائي فقط اللي ممكن يحصل ويعطي التفاعل كيميائي حسب المعادلة المعروفة النتائجها المسبقة مثلا هاي الجزئة هذا مثلنا نيتروجين واثنين اوكسوجين ومثلنا اول اكسيد كاربون بكاربون واكسوجين اليوم الان لاحظ الان الاكسوجين في مواجهة الكاربون من الجزئة الثانية اذا صار في انتر اكشن ما بين اوكسوجين كاربون اوكسوجين كاربون فالانتر اكشن ما بين اوكسوجين كاربون هذا حيعمل رابطة ما بين الاكسوجين والكاربون وفي نفس الوقت تضعف الرابطة ما بين نيتروجين والاكسوجين وتنكسر هذه الرابطة ويبقى هنا عندي NO زي ما هو واحد نيتروجن منوكسايد وينتج عندي الكاربون دايوكسايد هذا هو البروبر وحينتج عندي التفاعل الصحيح طيب تعالي شوف في تفاعلات أخرى لكنها غير مجدية البروبر اوريانتيشن أولها مثلا لو حصل تصادم ما بين جزء النيتروجن دايوكسايد من ناحية الأكسجين والكاربون منوكسايد من ناحية أيضا الأكسجين ما حيتم هناك هذا التصادم ما حيأدي إلى ارتباط الأكسجين بالأكسجين وبالتالي NO REACTION في الحالة الثانية ممكن يحصل تصادم ما بين النيتروجن في الجزء الأول وما بين الأكسجين في الجزء الثاني كاربون منوكسايد لكن هذا التفاعل ما يحصلش رابطة ما بين النيتروجن والأكسجين وبالتالي ما يحصلش NO REACTION التفاعل الثالث أيضا ممكن يصير في تصادم ما بين النيتروجين والكربون في الجزء الثاني لكن ما يحصلش أي رابطة ما بين النيتروجين والكربون وبالتالي يكون إذن كل هذه التصادمات هي تصادمات غير مناسبة ولا ينتج عنها تفاعل كيميائي ولا ينتج عنها برودكس بس إذن الوحيد اللي ينتج على التفاعل الصحيح وتصادم الصحيح اللي ينتج عنه اللي هو البرودكس هو هذا التفاعل فقط الآن حننتقل إلى نقطة أخرى اللي هي عبارة عن التفاعلات الكيميائية الطاردة للحرارة والماصة للحرارة أي تفاعلات تنقسم إلى قسمين في تفاعلات طاردة للحرارة وفي تفاعلات ماصة للحرارة أخذنا قبل هيك وبينا أنه لما نقسمنا كلاسفاية تشينجز أو في ستيت زي الميلتينج سبلمياشن أند إبابوريشن وقلنا عنها كلها هذا عبارة عن اكسو تيرميك تشينجز وقلنا أنه الفريزنج والكوندنسيشن والديسبوزيشن أر اكسو تيرميك تشينجز اكسو تيرميك تشينجز إذن صار عندنا فيه تلاتة اللي أخذناه قبل هيكد تلاتة من حالات الحالات الكيميائية أو التغيرات كان فيها ما يسمى بال اكسو تيرميك اكسو تيرميك تشينجز زي الميلتينج والسبليمياشن والإبابوريشن اللي أخذناها طبعا فيه الشبطة اللي قبل على أساس أنه قلنا الميلتينج بيصاحبها امتصاص حرارة السبليمياشن اللي هي بظهر التسامي أيضا بدها حرارة الإبابوريشن برضو بتحتاج إلى حرارة إذن هذه التغيرات كلها اندوثيرميك أما بنسبة للفريزنج التجمد أو الكوندنسيشن التكتيف أو الديبوزيشن الترسيب كل هذه بتعطي حرارة وبحصل فيها إيش إكسوثيرميك ريأكشن إذن الآن المصطلح الإكسوثيرميك ريأكشن هذا المصطلح يعني إز كيميكار ريأكشن إن ويتش إنيرجي إز ريديز يعني بنحصل على طاقة من خلال هذا التفاعل أما الاندوثيرميك ريأكشن بيحصل إنه هذا التفاعل يعتبر ماس للحرارة أو محتاج إلى الحرارة إذن إز كيميكال ريأكشن يعني تعطي على طول بشكل مستمر الحالة الأولى الإكسوثيرميك ريأكشن التفاعلات الطاردة للحرارة هنلاحظ إنها ممكن تحصل نتيجة مثلا يعني عملية احتراق الوقود هذا يعتبر طارد للحرارة لأن كل عملية الاحتراق هي طاردة للحرارة أما عمليات الاندوثيرميك ريأكشن زي الفوتو سينتسيز بروسيسيز ذات أكيرز بلانتز برضو هذه إيش مصة للحرارة اللي هي عمليات التمثيل الضوئي في النباتات بنلاقيها إيش مصة للحرارة اللايت اللايت is energy source of photosynthesis light energy must be continuously supplied in order for photosynthesis to occur a green plant a green plant that is kept in the dark will die يعني النباتات الآن لو حطناها في الظل أو في مكان معتم طبعاً بتموت نتيجة أنه ما بيصلهاش الضوء إذا ما بتوقدش طاقة الآن حنمثل الطاقة هذه بالتفاعلات الكيميائية reaction process مع increasing energy وreaction process أيضاً مع increasing energy في كلا الحالتين الحالة الأولى حنمثل التفاعل التفاعل بالتعالي عن طاقة products مما شاتش في هذا الاتجاه هيك في هذا الاتجاه يعني من reactants لproducts مباشرة لا إذن لازم يكون هناك في طاقة تنشيط في طاقة تنشيط هو قمة المنحنة هذه اسمها طاقة التنشيط هذه طاقة تنشيط سميها activation energy activation energy activation energy لهذا التفاعل يعني هذه المتفاعلات لما تبدأ تتفاعل مع بعضها اتصل إلى القمة activation energy وتكون مركبات الانتربينديات وبعد هيك المركبات الوسطية وبعد هيك بتروح بتعطينا طاقة وي تعطينا في نفس الوقت اللي هي النواتج تعطينا الproducts اللي هي النواتج طيب الآن التفاعلات هذه امتصط طاقة حرارية مقدارها هذا الجزء هذا الجزء اللي بمثل القمة اللي عند الخط المتقطع هذا الجزء اسمه الطاقة اللي امتصها التفاعل حتى يبدأ عملية التفاعل يعني طاقة التنشيط البدائية activation energy وبعد هيك لما تبدأ عملية التفاعل هتستمر بشكل بشكل تلقائي وحتستمر وحتعطيني بعد هيك اللي هي الطاقة energy اللي هي الطاقة المتحررة هتعطيني الطاقة المتحررة عشان هيك تقلنا عنه اكسو اما في الحالة الثانية هلاقي انه الـ هيها في البداية وبعدين هانا اعطينا اللي هو الـ activation energy الـ reactance للتفاعلات الان عشان المتفاعلات هادة تصل الى القمة وتعطيني intermediate compounds لابد انك تعطيها طاقة حرارية تعطيها طاقة هذه الطاقة اتنشط الجزيئات اذا هذا الجزء من عند المتفاعلات الى القمة هذه الطاقة احنا اعطناها للتفاعل الكيميائي اذا هذه الـ activation energy طاقة التنشط بعد هيك تأعطاني products بعد هيك تأعطاني products الان اللي لاحظ هذه كلها احنا اعطناها للتفاعل الكيميائي اخدها وبعدين هذه الطاقة اللي من هان لهان هي الطاقة الممتصة يعني هو ما رجعهاش اذا هو اخد كل الكمية هذه واعطانا جزء بسيط بس منها والباقي هذا بقي ممتص في الجزيئات التفاعل عشان هيك تسمينا endothermic reactions اذا هنا energy liberated يعطي طاقة هنا energy absorbed يمتص الطاقة في كلا الحالتين في كلا الحالتين الان هتكلم عن factors that influence chemical reactions rates يعني ما هي العوامل التي تؤثر على التفاع على معدل التفاعل الكيميائي انا عندي في معدل التفاعل الكيميائي طيب ما هو معدل التفاعل الكيميائي chemical reaction is the rate at which reactants are consumed or products produced in a given time period in a chemical reaction يعني بمعنى انه معدل التفاعل الكيميائي هو عبارة عن معدل استهلاك المتفاعلات او ظهور النواتج او تقوين النواتج في دورة هذا التفاعل الكيميائي يعني لو انتهت المتفاعلات بنقول هذا معدل التفاعل لو تكونت النواتج بنقول هذا معدل التفاعل الكيميائي لهذا التفاعل ما هي العوامل التي تؤثر على التفاعل الكيميائي ما هي العوامل التي تؤثر على الريت للتفاعل الكيميائي أول واحد منهم the physical nature of reactants أول واحد منهم هو the physical nature of the reactants الثاني the reactants concentrations الثالث the reaction temperature الرابع the presence of the catalyst the four different factors which affecting reaction rate إذن أول واحد أول عامل من العوامل اللي هو الطبيعة الفيزيائية المتفاعلات الثاني تركيز المتفاعلات الثالث درجة حرارة هذه المتفاعلات الرابع وجود الكاتاليست أو وجود العامل الحفاظ نجي نشوف أول شيء اللي هو the physical nature of reactants the physical nature of reactants يعني لو كانت المتفاعلات مثلا في حالة solid أو liquid أو gas هذا physical state إذن يختلف لو كانت متفاعلات solid أو كانت متفاعلات liquid أو كانت متفاعلات gases إذن هذا عامل من العوامل اللي بأثر على معدل التفاعل الكيميائي العامل الثالث اللي بأثر على معدل التفاعل الكيميائي اللي هو عبارة عن particle size اللي هو عبارة عن حجم الجزيئات حجم الجزيئات إذن physical nature بش بس هو اللي بأثر على معدل التفاعل الكيميائي لا أيضا particle size إذن صار فيه عندي آهانة نقطتين مهمتين هم بأثره اللي هو physical nature هم بأثره على التفاعل الكيميائي إذن ممكن يكون أول حالة حالة أو طبيعة المتفاعل اللي هو ما يكون سلد أو liquid أو gas الحالة الثانية ممكن يكون اللي هو اللي بتأثر عليه اللي هو particle size إحنا عارفين إنه إذا كانت المتفاعلات إذا كانت المتفاعلات آه في حالة اللي هو مثلا بكون الرياكشن rate is generate faster between liquid state reactance than between solid state reactance يعني لو جبنا متفاعلات في حالة اللي هو بتكون أسرع منها بكتير منها في حالة الصلد state في الحالة الصلبة لكن and is the fastest between gas state reactance يعني الأكثر سرعة منهم كلهم اللي لما تكون جزئيات في حالة gas state إذا أكبر حالة أو أسرع حالة rate of reactions لما تكون المتفاعلات في حالة ما يسمى gas state اللي بيتلوها اللي هو الأقل منها قليلا اللي هو liquid state والأقل منها solid state أيضا reactance بأثر عليها يعني particle size particle size particle size of solid is extremely small لو كانت الجزئيات تحت المادة الصلبة صغيرة أو متناهية الصغر صغيرة جدا إذن reaction rates can be fast بكون سريع جدا and that and explosion results ممكن يعطينا نتائج متفجرة إذا كانت الجزئيات دقيقة جدا ممكن يكون التفاعل سريع جدا لدرجة يحصل انفجار هذا الكلام ممكن يحصل وين في المناجم الفحم في مناجم الفحم الفحم عندما يكون lump of share cool is difficult to ignite يعني لما نكون الفحم كبير في كتل كبيرة بنلاقي صعب جدا انه يحصل له عملية احتراق لكن لو كان الفحم بكون spontaneous of cool dust is real to underground cool meaning operations يعني في المناجم الفحم اللي تحت الارض بيكون هناك في اشتعال الكول دست اللي هو غبار الفحم وبيؤدي الى يعني اعمال خطيرة من الانفجارات او من الاحتراق طبعا ال reactant concentration لكن لاحظ هنا الصورة اللي هنا بتبين لك اللي هو rate of reactions مثلا هنا اشتعال النار اشتعال النار سريع جدا يحصل فيه لحظة واحدة اللي تعال نضج الفواكه ابطأ في reaction rate بده زمن اطول شوي صدق الحديد رست of برضو عايز وقت اطول من عملية نضج الفواكه الانسان لمن يصل الى حالة الشيخوقة او حالة الكبر برضو محتاج الى زمن اطول اذا reaction rate يعني اذا هو أنا ببين لك انه الحالات كلها ليس لها معدل تفاعل واحد في معدلات تفاعل بتكون سريعة وفي معدلات تفاعل rate of reaction بتكون ايش بطية الان هنشوف reactant concentration اللي هو تركيز المتفاعلات وكيف يؤثر على معدل التفاعل الكيميائي يعني انت لو عملت عملية احتراق عملية احتراق القوة combustible السبستانس has been much more rapidly in pure oxygen than in air الair طبعا بيكون نسبة الاكسجين فيه 21% اكسجين لكن لو جبت انت اكسجين ناقي وحرقت نفس الكمية من المادة القابلة للاحتراق حنلاقي انه حيكون اسرع بكثير ليش لانه الاكسجين النقي كمية الاكسجين فيه عالي اعلى من 21% اي نسبة الاكسجين تكون فيه 100% وبالتالي بتكون rate of reaction بيكون عالي جدا اذا انت قدم بالزود اللي هو التركيز المتفاعلات معناه rate of reaction عندك حيزيد وهذا الكلاب بحصل في الناس اللي عندهم ضيق في التنفس او في عندهم التهابات في الرئاتين في عملية الناس اللي عندهم مشاكل في العمليات التنفس عشان هيك بيعطوهم اكسجين بيور اكسجين لانه البيور اكسجين بيعمل increase partial pressure of اكسجين facilitates the absorption of اكسجين in the value of the lungs and thus expected all subsequent steps in expiration اذا الان انت لما تعطي المريض الاكسجين المركز هذا الاكسجين المركز له ضغط جزائي هذا الضغط الجزائي بيعمل عملية تسهيل لامتصاص الاكسجين في الصلاة الهوائية الموجودة في اللنغز الموجودة في اللنغز وبالتالي بسهل عملية التنفس increasing concentration of reactants means that there are more molecules of the reactant present in reaction mixture عشان هيك لما انت بتزود التركيز للreactants معناها بتزود عدد الموليكوز بتزود عدد الجزائيات وهذا الكلام جدا ممكن نستوعبه عن طريق نضرب مثال بسيط في اللي هو كور البلياردو كور البلياردو لما تكون كثيرة معناها انه اي كورة من الكور اللي انت تضربها ممكن تصيب ليش لانه عندك عدد كبير من الكور البلياردو فاحتمالية التصادمات بتكون اكبر بكثير كلما زادت عدد هذه الكور وهذا هو التمثيل انه كلما زادت عدد جزائيات الرياكتنس كلما زادت احتماليات التصادم وبالتالي بزيد الريت اوف رياكشنز الريت اوف رياكشنز هذا ممكن يزيد بنسبة الضبل بنسبة الضبل لو احنا رفعنا كل عشر درجات مئوية ممكن يزيد بنسبة الضبل اللي هو حنشوف الكلام هذا هنا في الرياكشن برضو الها علاقة بعملية اللي هو زيادة المعدل التفاعل الكيميائي فانت لما انطعط الآن حرارة للجزيئات معناه هتكتسب هذه الجزيئات طاقة حركة واذا اخذت طاقة حركة عالية معناه هيصير فيه تصادمات اكثر يعني معدل التصادمات في اللحظة الزمنية هيكون اكبر لانه هذه الجزيئات نشطة اخذت كمية عالية من الطاقة وفتالي فيه تصادمات فيه تصادمات كثيرة اذا هذا كله اعتمد على average kinetic energy اذا بنقول انه an increase in the temperature of the system results an increase in the average kinetic energy of the reactive molecules اذا لما انت بزود الان temperature للنظام بزيد اللي هو معدل طاقة الحركة لهذه المتفاعلات وبالتالي ممكن يحصل تصادمات more collisions to take place in a given time يعني في نفس الزمن بزيد عمليات التصادم اذا لما because the average energy of the colloiding molecules is greater a larger fraction of collisions will result in reaction from the point of view of activation energy بزيد activation energy عشان هيك as a rule of thumb chemists have found that for the temperatures ranges we normally encounter the rate of chemical reaction for every 10 degrees centigrade increase in temperature يعني لو انا زودت لتفاعل ما 10 درجات مقوية معناه هيزيد معدل التفاعل بنسبة الضعف هيزيد معدل التفاعل بنسبة الضعف وهذا طبعا بيبين اهمية اللي هو temperature للتفاعل الكيميائي the last one presence of catalyst ايضا catalyst is a substance that increase is a substance that increase the chemical reaction rate بزود معدل التفاعل الكيميائي without being consumed in the chemical reaction ولكنه لا يستهلك في التفاعل الكيميائي يعني هو عامل تحفيز فقط بساعد في زيادة معدل التفاعل الكيميائي لكن لا يكون هو احد النواتج في هذا التفاعل الكيميائي يعني يدخل في التفاعل الكيميائي ثم يخرج من التفاعل الكيميائي as it is كما هو طب ايش بيعمل الكاتاليست اذا اذا الكاتاليست مهمته انه يعمل lower activation energies than the original اذا المسألة تاعته كلها انه يقلل من الطاقة التنشيط يقلل من طاقة التنشيط عنها في الجزيئات لو هنا كانت الكاتاليست يعني في المسار الغير محفز النشاط الغير محفز اذا لاحظ هنا هاي مثلا reactions progress والتفاعل التفاعل اللي انت شايف الاول هذا الخط المتقطع هذا عبارة عن uncatalyzed activation energy شوف ال uncatalyzed activation energy تعته في حالة انه ما يكون هذا محفز التفاعل بتلاقي انه شوف كم قديش الطاقة التنشيط طاقة تنشيط كبيرة عشان يحصل التفاعل لكن الcatalyzed ايش بيعمل الcatalyzed هذا بيخلي فيه بيقلل الactivation energy بيقلل الactivation energy طاقة الطنشيط بيقلل طاقة الطنشيط وبالتالي يعطي نتائج اسرعة هذا الكلام بحصل لما انت تطلع هنا ان catalyzed reaction x plus y يعطيني x y يعني الرياكتن اول x تفاعل مع الرياكتن الثاني y اعطاني x y هذا الان catalyzed reaction لكن لما يحصل catalyzed reaction معناه بيحصل في two steps the first step x المتفاعل الاول first react بتفاعل مع الcatalyst c او اخذنا c من الcatalyst اول حرف منها بيعطيني x c في الحالة step 2 انه x c اللي هو هذا يعني مركب وسيط x c عبارة عن reactant اول مع catalyst يتفاعل مع reactant رقم 2 ويعطيني x y ويطلع c كما هو اذا دخل c هنا ويطلع c ودخل c كما هو اذا لم يتأثر وبالتالي حصل في عملية التسريع في عملية الاجتفاية طب هو ايش بيعمل الكتاليست الكتاليست هو بيعمل عملية انه على السطح بتاعه بيعمل عملية تجميع لجزيئات المواد المتفاعلة لجزيئات المدوات المتفاعلة اي بيقرب ما بينها معني بزيز قوة التصادمات ما بينها وبالتالي حينتج هناك يزيد هناك معدل التفاعل وهذا الكلام المكتوب هنا انه صورة كتاليست often act by providing a surface to which reactant molecules are partially attracted and on which they are held with a particular orientation يعني بيجمع الجزيئات وبيخليها في الاتجاه الصحيح للتفاعل وبيحصل بينها التصادمات الصحيحة التصادمات الصحيحة اللي بتحصل بينها collision orientation بيخلي هذه الجزيئات انها تعطي نتائج سريعة من المتفاعلات تعطي نتائج سريعة من المتفاعلات عشان بيقول the products of action then leave the surface and make it available to catarize other reactants الجزيئات اللي بتتفاعل بتترك سطح الكاتاليست وبتيجي جزيئات اخرى برضو بتمر بنفس العملية وبتتفاعل مع بعض وهكذا يستمر عملية التحفيز لهذا التفاعل الآن هنتكلم عن نقطة مهمة أيضا chemical equilibrium اتزان الكيميائي كيف الاتزان ما هو الاتزان الكيميائي يعني لو اقول شو الاتزان الكيميائي الاتزان الكيميائي عبارة عن الاتزان 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 الوقت عشان هكذا بنقول حصل في اتزان كيميائي لو احنا نشوف كيف الاتزان الكيميائي حصل هناخد التفاعل الاتي H2 plus I2 gives 2 HI هذا التفاعل في الforward reactions في التفاعل ايش الطردي هذا التفاعل الطردي الان 2 HI ممكن يحصلهم تفكك ممكن يحصلهم هنا تفكك H2 I يحصلهم تفكك ويعطيني H2 plus I2 اذا هذا التفاعل الbackward reaction او reverse reaction reverse reaction طبعا احنا لما بدنا نكتب الان المعادلة كما هي بشكل الصحيح حكتب المعادلة في هذه الصورة H2 plus I2 يعطيني سهمين ب half headed row يعني بسهمين ذو رأسين نصف رأسين يعني لاحظ انه H2 زي I2 اعطاني سهم في اتجاه الforward reaction وفي اتجاه الbackward reaction الforward reaction هنا هي اعطاني انه تفاعل في سهم نصف رأس اي متجاه التفاعل في هذا الاتجاه تجاه تكوين النواتج والنواتج هذه ايضا ممكن تتفكك عند لحظة ما وتعطيني مرة تانية المتفاعلات H2 زي I2 ويظل التفاعل هذا في حالة مستمرة من عملية التكوين والتفكك هذه النقطة يعني بمعنى انه لا حيزيد معدل المتفاعلات نقطة معينة هذه النقطة اللي احنا بنسميها اللي هي نقطة الاتزان الكلبريم constant نقطة ثابت الاتزان equilibrium constant اذا عملية الكلبريم constant هنا في عندي التفاعل forward reaction اللي احنا شوفناها هنا التفاعل في الاتجاه الطردي وهي التفاعل في الاتجاه العكسي اللي هو reversible reaction is the chemical reaction in which the conversion of reactants to products the forward reaction and the conversion of products to reactants the reverse reaction occurs simultaneously إذن ال reverse reaction هذا اسمه كله هذا اسمه التفاعل عكسي التفاعل عكسي يعني انه التفاعل الكيميائي ممكن تتحول المتفاعلات الى نواتج وهذا بسموه الاتجاه الطردي وممكن انه تتحول البرودكس الى reactants هاي البرودكس احول الى reactants بسميه reverse reactions وهذا بتحصل في نفس الوقت وبشكل مستمر خلينا نشوف هذا الكلام في الكيربات الحالية تعالي نشوف اللي هو reaction rate معدل التفاعل معدل التفاعل بالنسبة لل time والconcentration بالنسبة لل time معدل التفاعل بالنسبة لل time اللي هو الكلام اللي اخدنا فيه اللي هو reaction rate معدل التفاعل اللي اخدناه في الconcentration احنا هنمثلهم بالصور الاتية لاحظ عندي انا هنا في عندي rate of forward reactions هذا التفاعل في الاتجاه الطردي h2 plus i2 بعطيني 2 hi وهذا التفاعل في الاتجاه العكسي rate of reverse reaction اللي هو 2 hi gives h2 and i2 لاحظ الان التفاعل في الاتجاه الطردي يبدأ يقل شيئا يعني يبدأ من القمة ويبدأ يقل شيئا فشيئا هذا التفاعل في الاتجاه الطردي عشان يعطي النواتج لكن ما يستمر على طول يعطي النواتج لا يصل الى نقطة ما الان عند هذه النقطة تبدأ التفاعل العكسي يبدأ يزيد شيئا فشيئا لما يلتقوا الاثنين في نقطة واحدة النقطة هذه اللي بلتقي فيها التفاعل الطردي مع التفاعل العكسي بسميها point at which equilibrium is established equilibrium is established يعني يحصل فيه ثبات في الاتزان أي أن rates of forward and reverse reactions are equal يعني معدل التفاعل في الاتجاه الطردي حيساوي معدل التفاعل في الاتجاه العكسي إذن هذا نقطة 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 الاتزان أما بالنسبة العلاقة ما بين time الزمن وما بين التركيز المواد المتفاعلة الآن لما تبدأ المواد الرياكتنس تتفاعل مع بعضها معناه هيبدأ يزيد التفاعل شيئا فشيئا لما يصل إلى القمة وبعدين يثبت هذا التفاعل مع التركيز يعني مهما زدت كمية الكونسانتريشن للرياكتنس خلاص بيقف عند نقطة معينة وببطل يزيد نهائيا مهما زودت كمية الكونسانتريشن للمواد في نفس الوقت أنه الكونسانتريشن للمتفاعل النواتج زي ما أنت شايف الكونسانتريشن أوف الرياكتنس وكونسانتريشن أوف برودكس يعني هنا بيبدأ المتفاعلات تتفاعل وتعطي النواتج إلى حد معين من الـ الـ اللي هو الـ اللي هي هنا وبعد هيك تبدأ تتفكك مرة ثانية والكونسانتريشن أوف تبدأ تقل شيئا فشيئا لما انتصل إلى نقطة محددة الاثنين هذولة معناه هم ملتقوش لم يلتقوا في نقطة واحدة زي الرياكشن ريت مع الـ لكن هم ملتقوش لكن هم أصبحوا بررر يعني أصبحوا في حالة توازي بالنسبة لبعضهم البعض النقطة هذه اللي الآن اللي هي عبارة عن نقطة المساواة ما بين الخطوط المتوازية بسميها point at which equilibrium is established concentrations remain constant from this point concentration remain constant يعني طبقة تركيز ثابتة عند هذه النقطة مهما زودت في التركيز نجد الإكوليبريم constants اللي هو ثوابت الاتزان كيف نحسب ثابت الاتزان ثابت الاتزان an equilibrium constant is a numerical value that characterizes the relationship between the concentrations of reactants and products in a system at chemical equilibrium لو أخدنا مثال على هذا الكلام هقول مثلا هذا التفاعل general equation لأي تفاعل كيميائي اللي هو أنا حرمز به w small w a plus small x b gives تفاعل هنا في تجاه reversible reactions y small y c plus z small z d الحروف اللي قبل الكابتال letter اللي هان الحروف small letter كلها هاد هي عبارة عن equation coefficients العوامل بتاعت المتفاعلات والنواتج حيث أنه a b c d عبارة عن a b reactants c d عبارة عن products طيب الاتزان الكيميائي هو عبارة عن قيم ان يملك عبارة عن قيم هذه القيم قيم حسابية بتعمل علاقة ما بين ال concentration ل reactants وال products في النظام الكيميائي اللي هو في حالة اتزان إذن هو علاقة ما بين اللي هي علاقة رياضية ولا علاقة عددية ما بين اللي هو المتفاعلات تركيز المتفاعلات إلى تركيز النواتج في النظام المتزن إذن ك equilibrium ك equilibrium هل شايف حاصير اللي هي حاصل ضرب تركيز النواتج مرفوع كل منها إلى المناسب على حاصل ضرب تركيز المتفاعلات وكل منها أيضا مرفوع إلى المناسب بتاعها إذن قلنا هنا C concentration to power Y times D concentration to power Z over A concentration to power W times B concentration to power X إذن في هذه الحالة لازم أنت تشوف يعني بعض الملاحظات هذه الملاحظات اللي هي عبارة عن Swear brackets عبارة عن القوس المربع هذا بيمثل الconcentration يعني هذا القوس هذا معناه بيقولك أنه هذا عبارة عن مولز بير ليتر في الconcentration أيضا البرودكت الconcentration are always placed in the numerator يعني موجودة في البست والثانية موجودة في المقام الديميليتر اللي هي عبارة عن البرودكت عبارة عن الرياكتنس إذن النواتج موجودة في البست النواتج موجودة في البست والمتفاعلات موجودة في المقام طبعا كل واحدة إنها مرفوعة لل equation coefficient بتاعتها الآن حنشوف يعني بعد ما أخذنا المعادلة أو العلاقة كي إكوليبريم ممكن إنه نشوف كيف ممكن نطبقها ممكن نطبق هذه المعادلة لو أخذنا تفاعل غازي 4 NH3 جاز بلاس 7 O2 جاز جيف 4 NO2 جاز بلاس 6 H2O جاز اللي هو هده الستيت بتاعت التفاعل إذن التفاعل هيصير كي إكوليبريم هيكون عبارة عن أول شيء NO2 مرفوعا للرقم أربعة الرقم أربعة الكوفيشنط of NO2 هو الكوفيشنط بتاع NO2 H2O مرفوعا إلى القوة 6 القوة 6 وهي كوفيشنط of H2O وهي عدد النمبر of مولز أو عدد الجزيئات أو عدد المولات على المتفاعلات هنا NH3 مرفوعا إلى أربعة وO2 مرفوعا إلى 7 اللي هي زي ما قلنا لك اللي هي هذه الأرقام الأربعة والسبعة اللي هي الكوفيشنط of O2 الثابت الاتزان لا يتأثر بالكونسنتريشن لكنه يتأثر بدرجة الحرارة يعني ممكن إنه لو أنا غيرت في درجة الحرارة حيتغير عندي الكي إكوليبريم أما أنا غيرت في التراكيز مش حيتغير كي إكوليبريم حيبقى كما هو إذن هو ثابت بالنسبة للتراكيز ولكنه يتغير بتغير درجات الحرارة عشان هيك نقول لك إنه إحنا ممكن نأخذ ثابت الاتزان عند أت 25 درجات أو 20 درجات درجات كل واحدة ستعطينا نتائج مختلفة بالنسبة للاتزان في هذه الحالة النفس العملية لو أخذنا المعادلتين هذول لو بدأنا نكتب write إكوليبريم كونسنط إكسبريشن فور إيش أو درجات طب نأتي نعبر عن هذه المعادلة بالاتزان الكيميائي أقول إنه كإكوليبريم بساوي آي سي المرفوع على قوة 2 على آي 2 في تركيز السي اللي 2 نأخذ المعادلة الثانية سي بلس طبعا هنا لاحظ إنه السي عبارة عن سلد والباقي عبارة عن جاز بدنا نعبر عنه تعالي نعبر عنه إذن كإكوليبريم بساوي تركيز آآ كاربول مونوكسايد مضروب في تركيز الهايدروجين موليكول أوفر تركيز الـ H2O في حالة الجاز H2O في حالة الجاز لكن هنا إحنا ما كتبناش هذي كنسلنا هذي ليش لأنه لا تركيز للمواد ده صلبة إذن هذي تهمل إذن في هذه الحالة لا تكتب الـ C اللي هي الكاربون لأنها في حالة الصلبة إذن تهمل في هذه الحالة إذن هنا فيقول تركيز كاربون C is solid and this will not appear in the equilibrium constant وش هيظهر في equilibrium constant وهذا الكلام أيضا يعني لو أنت جيت الطبقه في أي من المعادلات هيكون بسيط وسهل وفيش أي مشكلة لو أنت جيت مثلا في البي المتفاعل هذا عبارة عن مادة صلبة ويعطيه اللي هو نواتج غازية إذن كاربون بس هيساوي اللي هو حاصل ضرب تركيز النواتج لكن هذه المادة اللي هي كانت عبارة عن مادة صلبة إذن هيكون فقط كالكوليبريم إيكول كونسنتريشن أوف نيش تري تايمز كونسنتريشن أوف اش سي إل أيضا برضو ممكن نحسب كالكوليات ده فاليو احسب القيمة تعتبر كوليبريم كونسنت فورد كوليبريم كونسنت أو سيستم احنا في الحالة هذا بدنا نحسب القيمة قيمة ثابت الاتزان أي قيمة كوليبريم إذن حنيجي نكتب المعادلة حنقول N2 كونسنتريشن في الكنسنتريشن تاعت O2 على الكنسنتريشن تاعت N0 مرفوعا إلى القوة اتنين طيب عند ألف درجة مقوية عند ألف درجة مقوية عشان هيكد هو حدد لك الدرجة مقوية قال لك عند ألف given that كوليبريم كونسنتريشن كوليبريم 0.02 4 مولر 4 N2 and 0.02 4 مولر 4 O2 إذن هنا أعطاك التراكيز إذن هنعوض عن ال O2 اللي هي نفس القيم وحنعوض عن المادة المتفاعلة ومرفوع على القوة 2 إذن كي كوليبريم بالساوي 85 كي كوليبريم بالساوي 85 أو تمرين ترجمة نانسي قنقر